الوسواس القهري يعني فيه ناس كتير تعرف المصطلح بتقولك انت موسوس هو الاول نعرف بس ايه هو الوسواس القهري تمام زي ما حراك قلت في الاول هو مرض نفسي ولازم نخلي بالنا ان فيه فرق بين الوسواس القهري اللي هو مرض الوسواس القهري وبين الشخصية الوسواسية شحراك قطرت نقطة كده في الاول برضو ان فيه ناس بطبعهم بيبقوا منظمين قوي او كل حاجة حوالي مش عجبا عشان هو عايز الحاجة تمشي بطريقة معينة ففيه ناس شخصيتها كده لكن فيه مرض الوسواس القهري دوت بيبقى ليه بداية محددة لماذا دكتور يعني لما بنقول على حد موسوس ده احنا بنفترض يعني انه هو عنده مرض لكن كلمة موسوس اللي احنا بنقولها بتهريك دي هي كلمة عادية كلمة عادية طبعا لان هو فيه ناس شخصيتها كده فيه ناس منظمة فيه ناس اللي النظام دوت بيزيد قوي لدرجة انها هتبقى مرضية ساعتها نحتاج نتدخل ده انا فيه خط طويل كده احنا عايزين بقى نقطع نقول امتى حيبقى مرض بالزبط لان الناس المنظمة دي حاجة مش وحشة بالزبط حاجة كويسة الواحد يبقى منظم ومنصق وبيحب يشوف الحاجة في مطرحها حي مش يعني يعني انا مثلا مرة كنت شفت واحد ايه لأ ثانية واحدة وراح قايم وعادل اللوحة اللوحة كانت معوجة يعني فده يبقى مريض ولا لو ده اسلوب موجود طول الوقت لدرجة انه ابتدى يؤثر على حياته وعلى شغله وعلى اداءه الوظيفي اصبح مرض احنا في طب النفسي بوجه عام بنعلق على الحاجة نهاه اصبحت مرضية لما بتكون بتأثر على الحياة لكن كلنا عندنا عراض وسواسية كلنا بتجن بطريقة ممكن تبقى مقبولة طبعية اصلا الوسواس كوسواس او كعراض الوسواس موجودة عندنا كلنا وانه احنا اطفال يعني وانه احنا صغارين كان بيبقى طبيعي ان انا لازم اعد مثلا او اميد النور وانه احنا مسافرين او اعد الشجر وانه احنا مسافرين او انط على بلاطة واسيب بلاطة وانا بلعب دي كلها اعراض قهرية لو عادنا نمسكها كده هنقول ايه ده دي شبه الوسواس القهري لكن دي مش مرضية دي طبيعية تماما في الشخصية الوسواسية اللي كنت بقاله احراك عليها ده انا من صغري منظم لو بدرجة مقبولة خلص ده حاجة عادية ودي حاجة حلوة جدا زي احراك قلت لكن لو وصلت لدرجة انها عاملالي مشاكل طول النهار بتخانق في البيت معاهم مين اللي حرك الفازة دي من مكانها مين اللي مش عارف عمل ايه اثرت علي اصبحت دخلها في اطار مرضي لكن الوسواس القهري اللي هو كمرض الوسواس القهري ده بقى مرض نفسي او وصابي بيبتدي في سن مثلا هو غالبين بيبتدي في سن في الطفولة او في مرحلة المراقبة بيبتدي بدر شوي وبيتمايز بحاجات معينة واحد كلمة وسواس اللي هي جاي منها الاسم احنا طبعا في مصر متعودين الوسواس واحد مواسوس يا امام نصم يبقى واحد مواسوس يعني بحد بيوسوس له وده دايما بتاخد طبع ديني عندنا شوي دي قصة تانية خالص لكن مقصود هنا بالكلمة الوسواس ان انا عندي فكرة او اعراض تانية هنتكلم عليها للوقتي بتزن علي وانا عارف ان الفكرة دي مش صح ومدايقاني قوي دي مثلا المثال الشهير انا ايدي مش نضيفها انا المس الترابيزة دي ايدي مش نضيفها لازم اروح اخسل ايدي مش للدرجات دي لا انا عارف انها مش للدرجات دي وعارف ان دي حاجة مش منطقية لكنها عملت زن ومش عارفها وقفها وانا عارف انها سخيفة بعمل حاجة قهرية فعل قهري او اداء تقوس عشان كده جي المصطلح القهري انها اروح اخسل ايدي فيه فكرة تزن انا مستسخفها وعارف انها مش منطقية وبتخليني اعمل حاجة تانية ولو حاولت اقاومها ابقى الان ومداء جدا وتعبان فهو لي مواصفات معينة فكرة مدايقاني مش منطقية انا مش عارف اقاومها لما بقاومها القلق بيزيد وبتخليني اعمل تصرف ممكن يكون غير منطقي او شكله غريب يعني هتخلق اخسل ايدي عشرين مرة علشان ارتاح من الفكرة دي ساعتها بقى احنا كده نتكلم في مرض كده يعني اعتقد الامور واضحة لان انا كنت اقول له عدراك الناس اللي بتيجي مسافرة او نازلة من البيت مفيش حد في البيت احنا قفلنا الماء او لا كلنا بنى ممكن هو الغاز تقفلوا اه لا ويفضل بقى ايه طول الوقت مع ان هو حتى الغاز او الماء لو تثبت مفتوحة مش هيحصل مشكلة كبيرة نوعا ما يعني احنا بناخد بسبل السلامة لكن هو حتى لو الماء تثبت مفتوحة يعني هيبقى الحظ زوحش قوي لو الماء بقى حصل فيها مشكلة او الغاز حصل فيه مشكلة لكن مش ده الطبيعي بالزبط فهو لدرجة ان فيه ناس بترجع وتشوف القصة دي بس الكلام ده لو تكرر بقى كل خروجة اه هنا هيبقى فيه مشكلة بالزبط هو زي ما حريك اثرت دي نقطة ان احنا كلنا بيجينا الاعراض دي يعني اللي بيرجع يتأكد انه قفل باب ولا لا او شال الوجباك وامل فيشا ولا لا او الحاجات دي دي حاجات طبعية طالما بتكرر كل فترة ومع ملاحظة ان انا لو مضغوط مثلا عندي امتحنات عندي ميتين مهم فامتنشن فما نمتش كويس ممكن اعراض زي دي تظهر عند اي حد فينا لكن لو ده بقى اسلوب او اعراض مستمرة طول الوقت درجة انها اثرت على حياتي بقت حاجة فعلا عملالي ازمة او انها اصبحت حاجة فعلا مرضية وده كمان بيخلينا نخلي بالنا من نقطة صغيرة مريض الوسواس بيدي ايمة كبيرة اوي للفكرة يعني زي او حركة قلت من شوية هو ايه احتماليات ان لها لو سبت المياه ان انا حظي ان الشقة تغرق احتمالت قولها ايه لا اوي لكن مريض الوسواس بالنسبة له الفكرة دي لا الفكرة دي قوية اوي واحتمالاتها كبيرة اوي بالرغم ان انا عارف انها مش منطقية لا هو بيديها وزن اكبر من حجمها وده اللي بيخليه تبقى الان منها اكتر يعني ما بيفكرش ان المياه دي ما هو عايش في البيت طول النهار والليل وبقاله شهور وسنين وما حصلش مشكلة اشبعنا هتحصل المشكلة في الوقت اللي انت هو بيفكر بس هو مش قادر يمنع نفسه من القلق وهو ده اللي مخليه مضطر يرجع تاني يعمل هذا الفعل القهري انه يرجع على الحنافة ده ممكن يرجع ويرجع 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 عشرين مرة وده هنا بقى اللي مريد لكن انا لو رجعت اكدت مرة ومشيت وتطمنت خلاص اصل كلنا بنبقى عايزين نبقى متطمنين ان احنا فعلا مأمنين الامور وخاصة لو مثلا زي واحدة قلت مثلا لو في اطفال في البيت مثلا وانا نزل بالليل راح الشغل خايف يكون ما شلتش الماكوة خايف حاجة فالواحد خايف على حد معين لكن لو زادت قوي لا